بسم الله الرحمن الرحيم، الوحدة الخامسة الأساسي المعرفي لبناء المنهج المدرسي نتناول في هذه الوحدة الموضوعات التالية أولاً طبيعة المعرفة وعلاقتها بالمنهج ثانياً مصادر المعرفة وعلاقتها بالمنهج المدرسي ثالثاً تنظيم بنيت المعرفة وتدرسها أولاً طبيعة المعرفة وعلاقتها بالمنهج المدرسي بدأ التركيز على المعرفة الإنسانية كأساس للمنهج المدرسي منذ عقد الستينيات من القرن العشرين والمعرفة قديما كانت محدودة وبسيطة لكن مع حركة التقدم في تاريخ الفكر الإنساني بدأت المعرفة تنقسم في صورة مجالات معرفية مختلفة كمجال العلوم ومجال الرياضيات وغير ذلك ثم بدأت تلك المجالات أيضا تنقسم هي الأخرى في وحدات صغرى وأفرع أصغر وهذا التطور الذي طرأ على المعرفة وانقسامها أصبح تحديا كبيرا أمام رجال التربية خاصة مخطط المناهج الدراسية وذلك فيما يتعلق بإعادة الوحدة المعرفية والتركيز على أسيسيتها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمتعلم وقد تناول العلماء المسلمون طبيعة المعرفة الإنسانية وانقسموا إلى فريقين الفريق الأول يرى أن المعرفة الإنسانية فطرية أي أن الحقائق والمعارف والمعلومات موجودة كلها لدى الإنسان حين يولد لكنها كامنة في نفسه وتحتاج إلى تحريك لكي تخرج إلى حيز الوجود وحجتهم أن بعض المعارف يعرفها كل إنسان دون أن يكتسبها بأي وسيلة وهي ما تعرف بالبديهيات كالكل أكبر من الجزء واستدلوا بقول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أما الفريق الثاني فيرى أن المعرفة مكتسبة وليست فطرية واستدلوا بقول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحن نميل إلى هذا الرأي الأخير الذي يقول باكتساب المعرفة ومن هنا على واضع المناهج الدراسية ومنفذيها تدريب الطلاب المتعلمين على تحصيل المعارف واكتساب المهارات والاتجاهات